اهلا بحضراتكم مرة تانية وانا الاوان للقاءنا الاسبوع الرائع والجميل والمحبب لنا جميعا مع فضيلة الشيخ الدكتور احمد كريمة استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر كل سنة وحضرتك طيبة مولانا ومنورنا كل عام ومصرنا والعالم بأسره في خير وامن وسلم وسلام اللهم امين بقى مولانا النهاردة وحنا في عيد العمال فانا لم احاول قط يعني ان ارتدي العمامة الازهرية فانا اقل من ذلك لكن قلت انه ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن قيمة العمل في كل الشرائع من العهد القديم والعهد الجديد والقرآن الكريم وامرنا بالعمل والداله قيمة عليا ده تصوري كمواطن عادي طبعا كيف يرى مولانا الدكتور احمد كريم قيمة العمل وكيف اصل لها الاسلام بسم الله الرحمن الرحيم بادئ زيبيد في الحياة التطبيقية العملية لانبياء ورسل عليهم السلام هنجدهم اصحاب مهن صح يعني سيدنا نوع عليه السلام ممكن نقول انه كان يمتهن النجارة وإلا ما استطاع ان يصنع السفينة او الفلك الله يفتع عليه وعندنا يعني سيدنا داود وربنا ألن له الحديد عليه السلام حدد وسيدنا موسى عليه السلام كان راعي للغنم صح والنبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه كان راعي للغنم إلى آخره وعمل بالتجارة لذلك هيأتي العمل في قمة أولويات الشريعة الإسلامية يعني مثل سيدنا النبي عليه السلام يقول ايه من بات كلا من عمل يدي ايا كانت الصنع او المهن من بات كلا من عمل يدي بات مغفورا له الله وبعدين سيدنا النبي عليه السلام لما جاءه شاب عليه الصحة والعفية كان هذا الشاب يسأل الصدق فرسوله السلام قال لأ عندك شيء يبع قال عندي يعني حلسة زي كده مفرش قال آتيني به والرسوله السلام عمل مزاد أمام الحضور المهم ايه أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين اشتراه بدرهمين قال هذا درهم تشتري طعاما لأهلك والدرهم الآخر تشتري قدوم اللي هو قدوم الحديد اللي بنهز به الشجر وَلَا أَرَى وَجْهَكَ إِلَّا بَعْدَ خْمَسْهَرِ يُوْمْ اِذْهَبْ فَاحْطَطِبْ أنا عبر برنامج التاسعة مساءً مع الأخ الحبيب والصديق العزيز الأستاذ حيث أوجه نداء في عيد العمال للمؤسسات والجمعيات الخيرية إنقلوا الناس بالعمل من اليد السفلة إلى اليد العليا بالعمل وده اللي عمل الرسول المشروع نعمله إيه؟ اذهب فحط طب بكلمة جد بدل الناس ما تاخد على إن ياخد إعانة كل شهر وخلاص كده يترك العمل يروح لجمعية واثنين وثلاثة واربعة وخمسة يعني قدراً من المال ويقعد في البيت ولا يعمل وتي بقي طاقة معطلة الرسول السلام قال يعني اذهب فحط طب في بعد اقتصاد آخر في العمل في صدر الإسلام سيدنا النبع السلام كان إذا قدم إليه شخص كان يسأل ميت يعني صلاة الجنازة هل عليه هداي؟ إن قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم كل الصحابة من مهاجرين وأنصار عليهم جميعاً رضوان الله امتنعوا عن الديون وابتدوا يشتغلهم ليه؟ الواحد منهم خاف أن يأتيه الأجل ويموت ولا يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه فيحرم من الدعاء مجتمع كله اشتغل مجتمع كله اشتغل اليوم بدون مجاملة احنا بنقرر حقائق وقائع السيد الرئيس عفتاح السيسة حفظه الله لما بيأمن العمال تأميناً شاملاً في مناحي عديدة دي لها أصل في التشريع الإسلامي وازاك أنا أقول له جزاك الله خيراً لأن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام في عرف الإسلامي أخ طبعاً الشغال البواب الخدام الجنين جامع القمامة كله الإسلام ما قلش أنه ده درجة دنيا أيها أو رقم اثنين ألف من كان أخوه تحت يده طب يعملوا إزاي ألف ليطعمه مما يأكل صح يعني معناه توفر حياة لائقة مثل مستواك بل وليلبسه مما يلبس صح ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولا تكلفوهم ما يغلبهم وده برضو نداء معلش القطاع الخاص نقول لهم يعني انتبهوا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم إما ننظر بعد الأنبياء والرسل إلى مجتمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم هنجدهم أصحاب مهن يعني سيدنا أبكر الصديق عليه رضوان الله كان تاجر اللي منسميه من الفطورة يعني تاجر في كل شيء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يعني يمارس السنصرة الحلال في السوق سيدنا عثمان بن عفان كان يأتي بتجارة الجملة ويبيع تجزؤة سيدنا عالي بن أبي طالب عليهم جميعا رضوان الله كان يعمل بعمل هتستغربه كان يأتي بدل للبئر ويرفع به الماء ويسقي به الزرع بالأجرة للناس في يثرب المدينة شوف أنا جبت الخلفاء الرشيدين مدينة الأربعة سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم جميعا رضوان الله سيدنا سعد ابن أبو وقص على الرضوان كان جزار أنا لو وعد عدد فإذا العمل هو اللي بيبني الدول ولذلك جنابك أن سيدنا النبي لما قال للعامل الشاب اللي هو الحديث اللي قلناه ما قالوش بقى أجلس جمي هنا في المسجد أسجد في الماء في المسجد واعتكف وصلي النوافل زي بعض الناس مجوم في العشر الأخير بعض الناس عملوا أشياء سلبية ينقى يعني ينقى بها الإسلام عنه يعني ميجي يعمل يا حضرتك في ناس خدت أجهزات مزورة علشان يعتكف خطأ أنا عايز أخد الحتة دي هاستأذلك أقول لنا تشرح حالنا بجد بالتفصيل نعم أعطينا كنت زمان بشتغل في شركة وكان عندنا زميل والله العظيم احنا كان فيه جنب الشركة بمبنى واحد مسجد عمارة فيها جامع حلو كبير كده ينزل يصلي الظهر في ساعة الله ربع ينفاش وكان يبقى عندنا شغل امتالت والمغرب في ساعة الله ربع فتقوله إيه ده وكنا حتى بسمينه الشيخ فانه إنها شيخ مش كده يقول لك أم لاسيف فرض ربنا يا عم ما تصلي هنا وقعد وكمل شغلك لأ أنا لازم أصلي طب أنت بتعمل ما أصدقنا بهنزل الأول أعود أقرى القرآن وبعدين أقول الدعاء وبعدين أصلي الفريضة جديخيانة للعمل يا مولان أنا هازأزل روح للفاصل ونشوف إيه الصح وإيه الغلط في الكلام ده نعم فاصل ونكمل الكلام موسيقى الساسبانس دي حلوة برضو وإحنا ندخلين كده علشان إيه نتكلم على الناس اللي تدعي زورا وبهتانا إنه يقضي يوم العمل بتاعه كله بيصلي وإنه هو كده بيرضي ربنا ويرضى ضميره خلاص الشغل بقى ده آخر حاجة في اهتماماته نرجع مرة تانية بكل الترحيب مع مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة يقول لنا بقى حضرتك لما سيدنا النبي على السلام قال للشاب اذهب فاحتطب ولا أرى وجهك إلا بعد خمسة عشر يوما ده النبي أيه لم يقل له بقى حافظ على النوافل والاعتكاف والكلام ده لا فذهب الشاب يحتطف في الجبل وقد أغناغوا الله من فضله فرسوله السلام نقلوا من طلب الصدقة إلى أنه أصبح من يعني الذين يكتفون برزق الله سبحانه وتعالى أنا لاحظت حضرتك وده بيتكرر كل السنة بيجو في العش الأخير من رمضان وياخدوا أجازات مضروبة البعض وياخدوا أجازات مزورة علشان الاعتكاف لما نيجي النهاردة في الفقه الإسلامي الكسب والعمل وأداء الأمانة فرض لاعتكاف سنة لا أضيع الفرض بسنة بدون جدال ولنه في حد بيزور ويكذب عشان يقيم يروح يدعى المريض أو يروح التأمين الصحي وياخد شهادة وعشان ياخد خمس ست يام أجازة أو العش الأخير من رمضان يعني يزور ويكذب عشان يروح الجامعة عشان يروح يعتكف هو شاف أنه كده ربنا هيرضع علي هو متهيق له كده وهو ده التدين المغلوط المغشوش أيضا بعض الجماعات بتدعنا بتمارس مثلا مهمة التبليغ ونفس الشيء يأخذ أجازة ثلاثة أيام بأعذار واهية وبعدين ينطلق إلى ما يتخيلون هو بيعمل دعوة إسلامية ومجرد يعني اسمح ليه نوم في المساجد ولقاءات وجلسات ومسامرة وأكل وشرب هذا كله ضد صحيح الإسلام كل هذا لأنه لا بد من كد اليمين وعرق الجبين لبناء مجتمع قوي وده اللي عناه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير لكن طبعا مؤمن القوي لو بيستغني عن الديون عن الاختراض عن طلب الصدقة يعني عن المذلة المؤمن القوي بالعمل والإنتاج ولذلك في بدايات خلق الدنيا ربنا سبحانه وتعالى علم سيدنا آدم أسماء المهن والحرف والصناعع التي تقوم عليها الدنيا وعلم آدم الأسماء كلها سيدنا آدم أول من مارس الزراعة في الكرة الأرضية يعني ما أهبت من الجنة في شرق طبعا شبه القارة الهندية وبعدها نظن أن الأرض مثل الملع الأعلى اللي كان فيه أنها هيأكل مجانا أو هيأكل يعني بدون عمل فسيدنا جبريل جاء إليه وبحفنة من القمح وقال له يعني الإغرس إزرع الأول عمل فلاحة في الأرض طبعا نقوله كان في يوم واحد بس من الأيام السابقة يعني خدت بالك مع النسبية الزمانية والمهمة غارس وبعدين سقا وبعدين ربنا أنبت الزرع وبعدين الحصاد وبعدين التذرية وبعدين الطحن وبعدين العجن وبعدين الخبز فبكى آدم عارف الفرق ما بينه وبين ومن هنا صارت سنة أن هذه الحياة إنما تبنى على العبادة والعمل إنما عبادة فقط بدون عمل ده تسكع أقول لكم الآخر عبادة بدون عمل طلطة يا أب الزق وتسكع لأن شورة صارت المنبولة لأن يأخذ أحدكم أحبولة يعني حبال يربط على ظهره فيذهب إلى الجبل حديث آخر فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعه أيها العمل قمت ولذلك أرجع بقى مرة ثانية بسرعة وللوقت ما يدهمنا لما يأت عمال إن شاء الله يبذلون الجهد والعرق وحبات العرق يبيننا نقول لهم قال صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس والمرأة أيضا حينما تكد وتكدح داخل البيت بنية العمل وإسعاد الأسرة برضو هي دي من الطاقة المنتجة من الطاقة المنتجة ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في زواج سيدنا عليه رضي الله عنه وارضه وستنا فاطمة عليه رضوانه الله قسم العمل ما بين الاستنقاد لسيدنا عليه أنت تكدح خارج المنزل يعني تشتغل وتسئ وكذا بطمرات وأنت يا فاطمة تكدحين داخل المنزل من هنا كانت أسرة ناجحة بتبنى على عرق الجبين وكد اليمين لم تعش لا على صدقات ولم تعش على قروض ولم تعش على ديون وردوا بهذه الحياة وبرضو حتى لا يفهم ما يحكيه ويرويه مولانا خطأ أن احنا مش بنقول أن الست شغلها في البيت بس لا تقدر تخرج برا البيت وتشتغل وتجمع ليس ممنوعة وتكون لقمة عيشها يعني لا يا سيدنا ليست ممنوعة المرأة من العمل إنما المرأة ما في عصر رساله السلام كانت تذهب إلى السوق وكانت تبيع وكانت تشتري وكانت تتاجر والسيدة خديجة عليه رضوان الله كانت تستأجر الرجال وكانوا يتاجرون في أموالها هذا لا مانع وسيدنا عمر عليه رضوان الله أوكالنظام الحسبة للمراقبة بالزبط للشفاء رضوان الله عنه وارضوها في سوق المدينة فالمرأة قوة منتجة احنا مش أصح أحسنت أنت صعحت أو دفعت اللابس يعني لها أن تعمل ولها أن تكد ولها أن تجدع ولها الأهلية الكاملة إن شاء الله فإحنا هنا بنقول العمل والإنتاج هو اللي تبنى عليه الدول تبنى عليه المجتمعات بيكون فيه وسيلة الكسر يعني حضرتك لما ننظر إلى صورة المزمل في أواخرها ربنا سيذكر نوع من العبادات ونوع من العادات نوع العبادات اللي هو قيام الليل التهجد يقرأوا ما تيسر منه من القرآن والذين يتاجرون ويكدون ويضربون في الأرض بسم الله ذكر الاتنين مع بعض ذكر المتهجدين وذكر الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله شو بقى المساواة الاتنين ياخدوا فضل الله نا في أواخر سورة المزمل اللي بتهجد في قيام الليل بالقرآن الكريم والذي كذلك يضرب في الأرض ولذي كذلك ربنا في سورة الملك قال فامشوا في مناكبها الله وكلوا من رزقه وإليه النشور ما المحتنى قبل الوقت بقى ما يدهمنا خلاص في سورة الجمعة لأعظم شعير أسبوعية طبعا طيب فإذا قضية الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون عبادة بدون عمل بطالة وتسكع عمل بدون عبادة وحسنية لله أيضا عمل قاصر الإسلام يجمع ما بين العبادة والعمل الروح والجسد المجتمع كله يسعد بعمل جاد وتكرم فيه أو يكرم فيه العمال كذلك كما قلنا في الحديث الحياة اللائقة للعمال اللي هو السيد الرئيس حفظه الله اليوم أرساه اللي هو التأمين والتكريم الشامل سواء في النواحي الصحية في النواحي الاجتماعية إلى آخر هذا كله حتى يطمئن العامل على أنه عض مكرم من الله أولا ومن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول لما قابله رجل يده خشنة من العمل فالرجل استحن أن يصفح نبا صلى الله قال له نبا صلى الله عليه وسلم هذه هي يد ليد العامل يحبها الله الله ورسوله كل عام والعمال بخير وسلام لهم من جميع التكريم والاحترام والتقدير والتوقير ونثمن إجراءات السيد الرئيس حفظه الله لتكريم العمال آمين يا رب نورتنا وشرفتنا وقفتنا جدا مولانا وأزلت لبسا كثيرا يعني كل الشكر لمولانا فضيلة الدكتور الشيخ أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر عارفين دور العمال المصريين كان ليهم بالمناسبة دور مهم جدا قبل ما اختم تعارفين طبعا أن مصر تعرضت للحمد الفرنسية في 1798 ومشت في 1801 بعد ثورتها القهارة الأولى والقهارة التانية تعارفين ثورة القهارة التانية التي أجلت هذا الاحتلال وقضت عليه عن بكرة أبي وتصدرت للمحتل اللي جاي من الغرب بآلاتها العسكرية المتقدمة وافتراها ودخل الأزهر بالخيل وحاجات زي كده ثورة دي كان أصلا اسمها ثورة الجعيدية عارف يعني إيه الجعيدية يعني اللي إديهم خشنة العمال المصريين هم اللي تصدوا لهذا الاحتلال الأوروبي كان على رأسهم راجل اسمه حجاج الخضري في توت بولاء أنا بشاور لك كده على بولاء اللي لازق فينا هنا ببنى التلفزيون حجاج الخضري في توت بولاء كان شغيل وكان هو كبير تجار الخضار في المنطقة وقته بس كان راجل همام قوي طول بعرض ما بيخافش في الحق لهو متلائم وتصدى لجنود الفرنجة وتصدى لهذا المحتل هو والجعيدية اقرأ طاريخك حابتين تعرف قيمة العمل والعمال خلصت الحلقة لحد كده ولو كان لنا العمر بإذن الله نقابلكم بكرة وبرنامجكم التاسعة سلامات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر